دكتور مدحة الصحار استشاري الجهاز الهضمي والكبد بمستشفيات الشرطة من ضمن المضاعفات اللي ممكن يتعرض لها مريض الكبد سواء المصاب بفيروس بي أو فيروس سي تليف الكبد من هنا أصبح لزام على الأطباء أثناء مناظرة المريض في العيادة الخارجية أنه لازم يحدد هو المريض اللي أنا بتعامل معه بس التهاب كبدي فيروس بي أو سي ولا تعد هذه المرحلة لمرحلة تليف الكبد أهمية الموضوع ده في إيه أهميته أن تليف الكبد أصبح على مستوى الأبحاث العلمية مؤكد أنه يؤدي إلى أورام الكبد السرطانية كان زمان ما عندناش أي حاجة نقدر نعملها الأورام الكبد السرطانية لكن دلوقتي بالعلم الحديث أصبح حاجات كتيرة جدا 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 ممكن تتعمل وطاقي العيان شر أو مخاطر الأورام السرطانية في الكبد بس ليها شرط أنها لازم تكتشف بدري تكتشف مبكرا كل ما الورم اللي موجود في الكبد تم اكتشافه مبكرا كل ما ده إدى فرصة للطبيب أن يوصل لنتائج نجاح توصل لغاية مية في المية من هنا جات أهمية أن الطبيب لازم يتنبأ بموضوع التلايف من ضمن المعلومات الهامة جدا جدا أن السيطرة على الفيروس والقضاء عليه سواء فيروس سي وقضاء عليه تماما أو فيروس بي وتحجيمه وتعليم نشاطه إذا كان هناك تلايف فيجب على المريض أن طول عمره يفضل كل 3 أو 4 شهور يروح لطبيب الأشعة ويعمل موجات فوق صوتية على البط ليه؟ علشان أشعة الموجات فوق الصوتية على البط هي من الحاجات الهمة جدا أن تقدر تتنبأ بوجود بؤر وبؤر حديثة وهنا ممكن جدا زمائلنا بتوع الأشعة التداخلية يقدروا بعلاجها من خلال الأشعة التداخلية ويقدوا إلى استقصال الورم والقضاء عليه وبدون جراحات من هنا مهم جدا جدا كطبيب أنك أنت تبقى واخد بالك هل مريضك يعاني من تلايف أم لا؟ موسيقى